لن يكون محمد عبد الحكيم آخر ضحايا التعذيب في السجون ولن تكون عزلة الربادي بمدينة إب آخر منطقة تودع أحد أبنائها وقد سلبته سجون ميليشيا الحوثي حياته تم اختطاف الشاب بذي الثلاثة والعشرين عاما من إحدى نقاط التفتيش في مدينة ردع ومنذ أيام فقط أبلغت أسرته بوجوده في أحد المشافي وعلى بدنه آثار التعذيب التي عجز الأطباء عن مداواتها تمتلئ قوائم التعذيب التي مارستها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية بمئات الضحايا وفي إب وحدها توفي ثمانية أشخاص جراء التعذيب وفق منظمات حقوقية منذ بسط النفوذ على المدينة أما في بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا فالضحايا أكثر من الأرقام التي ترويها وتراها المنظمات ويقولها الناجون بأجساد مشوهة وقد وثقت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية ستا وثلاثين حالة موت تحت سيطرة التعذيب وقالت في تقريرها الأخير إن حالات قتل بالرصاص تجري داخل السجون تبقى الأرقام المعلنة والموثقة أقل بكثير مما يجري في الأرض المغلقة وفي السجون المجهولة التي يموت فيها السجناء مع أسرارهم قبل أن يتمكنوا من روايتها أو الحديث عنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة